الحمد لله تنزيل القرآن على الأحداث يا إخواني يحتاج إلى فقه عظيم وهي نعمة كبيرة لمن حصلت له لكن تحتاج إلى حفظ وفهم وبصير بالواقع حتى تستطيع أن تربط بين الحدث وبين الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس وهذه سنن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء